طيب بص يا هو دا أدام جمنا سيدة فتوح بلك كان الكابت الطريق السيد معايا وقال لي بص كده كده فتوح مش ماضي الأهلي مش هروح النادي الأهلي طيب رائع كبير انتفاكر أقل حلقة كنا مع بعض قولتلك فتوح قريب من الأهلي وفتوح الموضوع بالنسبة له فيه اجتماعات وفيه كلام وفيه فلوس انه أقدر أقدر أقولك انه فتوح 50-50 يعني فيها وما فيهاش حل وقنتها الأمانة حل فتوح كستو فلوس وفيه كلام مع وسطاء عن طريق النادي الأهلي مش كلام مع الاهلي دايرج يعني فيه أحد الوسطاء بيتكلم باسم النادي الأهلي لان الأهلي بيحقلوش انه هو يتكلم مع فتوح دلوقتي قانونيا يعني ففيه أوفر متقدمه الناس شايفين انه عندنا كاس عالم وعندنا سوبر مصري فنأجل بقى الكلام في القصة دي يعني الفترة دي فتوح قاعد مع الناس في الزمالك أكتر من قاعدة مؤخرا ليه طلبات معينة زي منحة التعاقد الزمالك بيتكلم انه قصة الفلوس وبتاع فتوح قصة دلوقتي فلوس وعليه مدنيات ويمكن هوارك يتكلم فيها من زمان وقصة العربية ومشح فيه فراجل قصته هوارك من أول الناس اللي يتكلموا في الجزئي دي قصته فلوس قصته فلوس بلعبورة سبتنا طريقة كده هالي يعني قربه الفتوح بالضبط والزمالك وكان حاطت برضه من ضمن الكلام انه حاطت شارت جزائي 2 مليون دولار في انه هو يمشي فالناس في الزمالك رفضوا وضع الشارت دي قاله ممكن نجدد 4 سنين وفي آخر سنة ممكن نحط الشارت اللي هو الـ 2 مليون دولار فالقصة تبقى فلوس دلوقتي الموضوع هيتحسم ازاي الاهل عنده رغبة فتوح ومرسيل كولر عنده رغبة في التعاقد مع فتوح لكن الاهله اه في افر معين او في معارض معين او في بوجيت معين محطوط اي لللعب هيوافق عليه او هيخلص فيه بموجود الزمالك نفس الكلام لو القصة مشت مع اللعب بمبلغ معين غير الكلام اللي هو بيقوله او منح التعاقد او الشارت الجزائي لـ 2 مليون دولار لكلام ده هيجدد في الزمالك في اتجاه مرتبط هالفتوح هيجدد للزمالك او لوضعه فتوح أفعل في الزمالك نهاية نبص من دي وان وحتى اخر حلقة كنا مع بعض فى قلتك ايه لسه الامور فيها كلام واكدتلك ان موضوع الاهلي ما تمش بالنسبة 100% وكله كان كلام وما حدش قال ان تم ما في المية خالص لا يعني كان بعض الناس كان بتقول ان خلاص وفتوح في الاهلي وصفقة قاسمت لا انا في الناس كان بتقامع هناك مجيئي كده نصا فتوح مجددش مع الزمالك هو في الاهلي ما في المية اللي انا عارفه ما لو مجددش فعلا هيبقى احنا كنا من دي وان بنتكلم فى حاجة معانا قلتلك ان الامور ما تقفلتش تماما ما بين الزمالك وما بين فتوح ولو تفكر اول ناس قلنا هنا موضوع الى 4 سنين ان الزمالك الرغبة ان الود او اللاعب يعني فتوح يمضي 4 سنين اتكلموا معاه او اتكلموا معاه جد الأمور او اتجدد التاني برضو قلتلك يا كريم ان الزمالك لما فتوح ينزل الملعب الامور هتختلف فتوحة ينزل الملعب هينزل خلاص الاقاف انتهى واللعيبة تبلغوا خلاص تم ابلاغ التلاث لعيبة ان هم ينزلوا الملعب من بكرة فكرة اللاعبة نزل بقى التدريب هتبدأ تخلي اللعيبة شوية ايه الامور تبقى اهدى نفسيا طب نوع طب نتكلم فى قاعدة حصلت مع فتوح امتى يوم موتش زمالك والاهل بتاعه 2003 فتوح فى القاعدة دى الناس لمست شوية ان فتوح ايه عنده النية فى بعض المرونة او عنده النية والله يا جماعنا ما عنديش مشكلة وانا عايز اعط في النية انا بقولك الكلام اللى تقال انا ما عنديش مشكلة وانا عايز اعط في النادي ونتكلم ونفتح الامور فبدأ الكلام ايه يرجع تانى الزمالك عايز اتحرك او الزمالك هيتحرك وعايز يحسم الملف قبل شهر يناير قبل شهر يناير دى فتوح اشتركوا في القناة